اشتركوا في القناة على ايكيو اوبشن ان شاء الله تتعجبكم وتحقق معكم مكاتب قويسة انا جربتها ولكن زي ما بقول دايما لازم انت كل واحد شوفت استراتيجية يجربها بنفسه عشان يتأكد قبل ما يدود بفلوسة ايه الاستراتيجية عن طريق الموفينج افريج هنفتح موفينج افريج اندكتور بعد كده هنختار اثنين وهنخليها امه اعيس خلي اللون احمر اي لونين عكس بعض ما فيش مشاكل شوف انت اللون اللي رايح احمر هنضع لهم الاستراتيجية او اول مؤشر اول مؤشر هنقوم بوضع اضافة 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 ومصصة بعدها سنضع 5 ونتقوم بوضع اضافة انتخن الخطة لانه يظهر الفكرة ان اول ما يحصل تقاطى هنا بالنسبة لان الاصفر تقاطى حصل صعود او رجعنا الورا الاصفر تقاطى في صعود الاصفر الاحمر هو اللي طلع صعاد حصل هبوط تاني انت هتامل لونين دلوقتي فيه تقاطى حصل صعود اللون اللي متحدى عند الاصفر اللي هو هنا الامة خمسة اه سوري اما اتنين حصل تقاطى حصل صعود حصل تقاطى حصل صعود يعني الاصفر او المتقاطى يطلع فوق يبهو في صعود حتشتغل على شمعة دقتين والصفقة تقفلها تكون دي لما يكون عندك الصفقة هتاخد الشمعة يعني اول ما قطع هنا الشمعة الورا على طول بتنفذ عليها طيب الاستراتيجية دي نسبة نجاحها اكتر من 85% على متجربتي انا كاحمد علي لكن ممكن برضو يحصل ان تطلع فيه شمعة تجلل منك او ما تجيش فعلا يعني تتأخر فبدل ما تجي الشمعة الاولنية تجي الشمعة اللي بعدها اكترamiento تقارب شمعة موضعفة بالشمعة بخطار قوة امستراتيجية تقاطع صعود تقاطع هبوط الأصفر تقاطع صعود الأحمر تقاطع ويبقى هو اللي فوق يبقى كده انت داخل على هبوط بتالي يعني دي اسهل استراتيجية شرحتها قبل كده مفيش فيها اي تعايدات بس المهم التدريب المهم اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته